بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب كيف تستمتع بحياتك بشكل كامل وبنفس الوقت ترضي الله تعالى الحقيقة كثير من الناس يظن أن الإسلام دين صعب التطبيق وأن الإسلام يقيدك وأن الإسلام يجعلك منعزلا منبوذا عن الناس يجعلك تعيسا أحيانا يقيدك لا 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 يا أخي أنا سأعطيك تجربتي مع الإسلام وأنا بفضل الله أظن أنني أفهم شيئا من القرآن وأحاول أن أطبق تعاليم القرآن والسنة قدر المستطى ووجدت بالعكس فهمك للقرآن يحررك من هذه القيود أنت عندما تبتعد عن القرآن تقيد نفسك بقيود مادية كثيرة عندما تبتعد عن الدنيا والأسباب المادية أنت تحلق في عالم السماء في عالم الأرواح في عالم الملائكة في عالم اليوم الآخر بالعكس أنت تفتح أمامك أبواب واسعة جدا لذلك أنا لا أتصور أن هناك إنسان يستطيع أن يصل إلى السعادة الكاملة والطمأنينة الكاملة والرضى الكامل إلا عن طريق القرآن وأنا حاورت الكثير من الملحدين حقيقة هم تعساء على الرغم من أنك الظاهرين تجد لديه المال النساء الخمر المتعة ولكنه في داخله تعيس أدخل إلى أعماقه وانظر إلى التناقضات والمشاكل والاضطرابات التي يعيشها وانظر إلى الهموم التي يحملها في رأسي لا تنظر إلى الشكل الخارجي أخي الحبيب أنا دعني أقرأ لك هذا الحديث المبشر حديث يعني والله يحتار الإنسان كيف يصف هذا الكنز النبوي الشريف الله سوف يسألك هل رضيت يعني أنا لا أتخيل كم هي رحمة الله كم هذا الإله محب لنا كم هذا الإله رحيم بنا استمع الحديث أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا والله هذا حديث يحتاج لوقفه أيها الأحبة يحتاج أن أتخيل أنا وأنتم يعني هذا الإله العظيم سيسألني أنا هل رضيت؟ طيب من أنا؟ أنا أنا أولا عبد ضعيف مكبل بالمعاصي والذنوب مكبل بحب الدنيا تشغلني هذه الدنيا عن الله مقصر في حق الله مقصر في حق الناس طيب أنا أستحق أن يسألني الله عز وجل يسألني هل رضيت؟ وأنا في الجنة بعد أن يكرمني أيضا لذلك هنا أهل الجنة يعني يقولون يا رب طيب أي شيء أفضل من هذا يعني كيف لا نرضى وأنت أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك أعطيتنا جنات عرضها السماوات والأرض والخطاب هنا يكون بينك وبين الله عز وجل بين الله وعباده يتجلى على عباده في أبهى الصورة فأن يحل عليك رضوانه سبحانه وتعالى رضوانه فلا يسخط عليك أبدا انتهى لم يعد هناك خوف لم يعد هناك حزن لم يعد هناك قلق ستعيش السعادة الكاملة خالدين فيها أبدا إلى ما شاء الله هنا أخي الحبيب يجب أن أبحث أنا وأنت الآن عن الأشياء التي توصلنا لهذا الموقف كيف نضمن أن نصل إلى هذا الموقف في الجنة أن يتجلى علينا الله ويسألنا هل رضيتم ثم يحل علينا رضوانه سبحانه وتعالى أنا اليوم سأبحث عن الأشياء التي ترضي الله وهي أشياء بسيطة جدا ربما لا تتصور وربما تتصور أخي الحبيب أن الله عندما يتحدث عن المتقين يتحدث عن عالم آخر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام وعالم آخر عندما يتحدث عن أصحاب الجنة أصبح لدينا انفصال حقيقة بيننا وبين القرآن لا يا أخي القرآن يتحدث عنك القرآن يتحدث عنك أخي الحبيب التقوى التقوى لا تتطلب منك هذا الجهد الكبير تتطلب منك محبة لله أولا فإذا أحببت هذا الإله العظيم لابد أن تبحث عن الأشياء التي ترضيه ما هو الشيء الذي يرضي الله أول شيء وأهم شيء الإخلاص أن تقوم بالعمل لا تبتغي به إلا وجه الله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أحد الأعرابين وقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر النبي هنا يعني أراد أن يعطي كلمة واحدة فقط اختصر له الدين بكلمة هي الإخلاص قال له أخلص دينك أي عبادتك أخلص دينك لله يكفك العمل القليل إذن القضية كل واحد يستطيع أن يطبقها أنا مثلا أريد أن أقوم بعمل معين بدلا من أقوم بهذا العمل ابتغاء فلان أو ابتغاء مصلحة معينة لا أنا أقوم به ابتغاء وجه الله فقط تغيير للنية تغيير لأسلوب التفكير فقط الإخلاص ما الذي يحدثه في حياتك الإخلاص يحدث تأثيرا كبيرا جدا يبعدك عن العلاقات المادية القائمة على المصلحة والتي تنتهي بانتهاء المصلحة يجعلك تبدأ علاقات قائمة على حب الله لذلك المتحابون في جلال الله يوم القيامة تجدهم أو تراهم على منابر من نور هؤلاء الذين يحبون بعضهم ابتغاء مرضات الله حب في الله يعني أنا مثلا أستطيع أن أقدم خدمة لشخص معين ولا أطلب منه لا كثير ولا قليل ابتغاء وجه الله ما الذي سأخسره لا شيء أنا قادر على ذلك أطعم فقير ابتغاء وجه الله لا أريد حتى كلمة شكرا لا أريدها أطلب الأجر من الله هناك مشكلة بين زوجين بين أخين بين صديقين أحاول أن أحل هذه المشكلة ابتغاء وجه لا أبتغي مصلحة لا من هذا ولا من ذاك في تجارتي عندما أبيع شيئا أعتبر كأنني أبيعه لنفسي أنصحه أقول له لا هذا فيه مشكلة هذا الجهاز فيه مشكلة هذه السلعة الأفضل أن تأخذ هذه أنصحه أعطيه سعر مناسب لا أغشه أصبحت تجارتك لوجهه لاحظت؟ اليوم لا أحد يطبق هذا الكلام أخي الحبيب أتحداك أن تذهب وتشتري مثلا سلعة بالتقصيد تشتريها بسعر الكاش النقدي أتحداك أن تجد من يفعل ذلك إلا ما رحم ربي إلا ما رحم ربي لماذا؟ لأن الكل يلهث وراء المصلحة المادية لا أحد يريد أن يبيع لله لا أحد يريد أن يبيعك شيء ويبتغي الأجر عند الله لا يريد الزيادة هذه المادية إذا باعك الشيء بالتقصيد يريد هذه الزيادة إذا استطاع أن يأخذ منك أكثر يأخذ لأن الله خارج تفكيره لك يا أخي أنت تضر نفسك أنت يوم القيامة الله سيخاطبك ويقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يجب أن تتذكر لقاء الله باستمرار هذا جزء من السعادة صدقني أنت عندما تعمل كل شيء لوجه الله هذه هي السعادة الحقيقية أما عندما تعمل كل شيء ابتغاء المصلحة والمادة والأموال أنت أصبحت عبدا للدنيا لا يمكن أن تكون سعيدا فإذا السعادة تأتي من خلال مرضات الله فعندما يؤذن لوقت ما هناك كثير من الناس يقوم للصلاة خوفا من عقاب الله أو خوفا من يعني يقول لك أنا إذا لم أصلي سأكون كافرا أو سأعذب أو سأكون من الذين يصلون سقر والعياذ بالله قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فإذا الخوف يدفعه للصلاة لا الخوف موجود ولكن أنا أريدك أن تقوم للصلاة إرضاء لله هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله فقط لأنه يخاف من العذاب يعني لو أنه أمن العذاب لا يعبد الله لا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على إرضاء الملك سبحانه وتعالى فأنت كن حريصا على إرضاء الله عندما تبر والديك تذكر أنك تقوم بهذا العمل من أجل الله وليس من أجل البشر وليس خوفا من السمعة أو خوفا على سمعتك أو كذا ماذا يقول الناس عني لا أنا أبر والدي ابتغاء وجه الله عندما أقوم للصلاة أنا أرضي الله حبا في الله ولله المثل الأعلى يعني أنت ابنك عندما تتعب وتتعب نفسك لتأتي بشيء من المال فتشتري له طعاما يحبه يعني أنت تخاف منه مثلا لا أنت تخشى لا أنت هذه العاطفة الحب تجعلك تتعب كثيرا لترى السعادة على وجهه ترى الفرح طيب هذا مثال بسيط إله أعطاك كل شيء ورزقك وأعطاك وهيأ لك السمع والبصر ونعم كثيرة والصحة طيب ألا يستحق هذا الإله أن تسعى لمرضاته فأنت إذا سعيت في الدنيا لمرضات الله ستحقق أسباب السعادة الحقيقية في الدنيا والرضى في الآخرة يرضى الله عنك ويحل عليك رضوانه فلا يسخط عليك أبدا وبالتالي أخي الحبيب رضى الله لا يتناقض مع التمتع بالحياة ولكن أنا بدلا من أن أتمتع بالنظر إلى ما حرم الله أنا أتمتع بالنظر إلى القرآن هذه متعة بدلا من أن أستمتع بالأغاني السماع للأغاني والموسيقى والكذا أنا أستمتع بالاستماع لكلام الملك سبحانه وتعالى لكلام الله الذي يدخل القلب وتخشي يعني الجلد يقشعر من كلام الله تشعر براحة نفسية والله لا مثيل لها أنا استمعت كثيرا للموسيقى فيما مضى وأنا رجل متذوق يعني لهذه المسائل والمقامات والأمور ولكن لا تقارن بالمهم بالقرآن لا يقارن أخي الحبيب هذه الأغاني كلها لو جمعتها لا تقارن بآية واحدة من آيات الله لذلك أنا عندما أستمع للقرآن يعني أطرب أطرب لسماع القرآن أشعر بسعادة لا مثيل لها أنا لا أضع صوت القرآن من أجل مثلا خوف من الله طبعا أنا أخاف الله طبعا وليس يعني من أجل الثواب كذلك أنا أستمتع حقيقة يعني أنا أسعى للثواب أيضا وأخاف الله وأسعى استجيب لأمر الله في التدبر والاستماع وكذا ولكن أنا بالإضافة لذلك أنا أضع القرآن وأستمع له كمتعة متعة داخلية إحساس داخلي هذا أيها الأحبة عندما أساعد إنسانا أقدم له خدمة أنا أستمتع بذلك ليس قبيل الخوف أو سمعة بين الناس أو كذا هذه متعة أنا عندما أجهد نفسي لاستنباط إعجاز علمي من القرآن وأتعب كثيرا من أجل ذلك صدقني هذه متعة بالنسبة لليست جهدا أبذله من أجل أن أحصل على طبعا هذا الهدف موجود إن شاء الله جميعا نحصل على جنات النعيم وندخل هذه الجنات وننجو من عذاب الله ولكن هي متعة أيضا لذلك أنا أريدك أخي الحبيب أن تستمتع برضى الله بتطبيق تعاليم القرآن أنا دخنت لفترة طويلة كنت أدخن والدخان كان جزء من حياتي ولكن حقيقة الآن أنا أمقت هذا الدخل لا أستسيغه أبدا بعد أن متعني الله بالقرآن العظيم وبفهم القرآن لذلك أخي الحبيب القرآن يغير حياتك تطبيقك لتعاليم القرآن لا يأخذ وقتا طويلا ولا يحتاج لجهد كبير لا لا الإخلاص ماذا يحتاج؟ ولا شيء طب حسن الخلق ماذا يحتاج؟ ولا شيء الصبر ماذا يحتاج؟ ولا شيء فقط أن تصبر العفو لا يحتاج إلى جهد وعضلات أو دفع أموال لا لا هو عفوت عن فلان لوجهنا تسامح مع الناس وهكذا كان حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس عفوا وتسامحا وكان يحب الخير حتى للملحدين يحب لهم الخير حتى الذين قاتلوهم وأخرجوهم من مكة وتآمروا على قتله أحب لهم الخير عفى عنهم وعلمهم وكان حريصا على هدايتهم هذه السعادة أخي الحبيب عندما تكون سببا في هداية إنسان هذا جزء مهم من السعادة لذلك مثل هذه المقاطع الدعاوية آية قرآنية إعجاز علمي تفسير لطيف لحديث نصيحة فيها علم نافع ساهم في نقلها اليوم سهل عبر الموبايل يعني سهل أن تشارك هذه المواد وتنشرها لأن الملحدين ينشرون الشر ينشرون الاكتئاب ينشرون الخوف بين الناس إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ينشرون الشذوذ الفاحشة ينشرون عقوق الوالدين إلى آخره ينشرون تمرد الزوجة على زوجها تمرد الأبناء على آبائهم فأنت بالعكس أنت أنشر أي علم نافع ساهم في نشر هذه دعوة إلى الله ومتعة لذلك أبواب الخير كثيرة جدا وأن تستمتع بالحياة وترضي الله أمر بسيط أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل أي عمل تريد أن تقوم به قم به لوجه الله فقط هذه النقلة خلال ثانية تستطيع أن تغير حياتك بها أنا منذ هذه اللحظة تجارتي سأجعلها لله دراستي سأجعلها لله تعاملي مع الناس سيكون من أجل الله إذا آذاني أحد سأعف عنه من أجل الله فمن عفاه وأصلح فأجره على الله وهكذا كل علاقاتك وكل حياتك ستتغير وسوف تستمتع بهذه الحياة وترضي الله في نفس الوقت نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله إلى لقاء قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق